هو دايماً كلمة السر أفشة أفشة تاجر السعادة أفشة الحقيقة اللي يمكن كتير من جمالينادي الأهلي ما توقعتش مع علان انضمامه للقال على الحمراء أنه يكون صاحب مشوار مليء بالأمجاد ومش بس كده الحقيقة يكون صاحب بصمة دايماً في الأوقات المهمة دايماً في الأوقات الصعبة محمد مجدي أفشة اللي يمكن ربنا بيحبه عشان كده حب فيه خلقه نرحب ونستقبل نجم الكبير كابتن أشرف ممضوح ضفنا النهاردة في السادسة عشان نحتفل معاه بالبطولة رقم 150 والكاس رقم 39 في تاريخ القرعة الحمراء أشرف مبروك ألف مبروك طبعاً بطولة جديدة ولكننا أعتقد لها طعم مختلف أو يعني حالة خاصة بالنسبة للجميلة دي الأهلي مبسوط أني موجود معاك طبعاً يوم حيل والنهار ده بقى هو والحياة يعني البطولات والنادل الأهلي عودنا على الفرحة دي يعني عود مصر وكلها على الفرحة مش بس جميل النادل الأهلي يعني كان بيوسع جماهير الكرة في مصر هو البسمة الوحيدة في منظومة الكرة في مصر في فترات طويلة جداً جداً مليون مبروك طبعاً لجماهير النادل الأهلي مليون مبروك لمجلس دارة النادل الأهلي بطولة خاصة لأنها الحياة يعني مرضودها كبير جداً طبعاً على المنافس التقليدي نادي الزمالك وهنتكلم عن نادي الزمالك بالتأكيد بهذا الاحترام وهذا الشكل الجديد يعني بطولة في بلد شقيق زي السعودية ويمكنك تبأتكلم أنه وإنت قبل فاصل يحمد وقلنا أنه تواجدها في المملكة العربية السعودية الحياة إدى البطولة يعني مزاق مختلف جداً جداً حياة ومرضود كبير جداً عالمياً ويمكن الشكل كمان اللي ظهرت بيه رد على كتير من الناس يعني تحفزت مش عايز أقوله على التعرادات لكن تحفزت على أن البطولة تخرج أول مرة تعودنا على السوبر المصري بيتلعب برا لكن بطولة كاس مصري طول عمرها بتتلاعب على أرض مصر وبالتالي كان في بعض التحفزات شوالي تخرج لكن أعتقد البروفاجاندا الشكل الصورة الحضور الجماعيري كل حاجة تغطية تغطية سواء العالمية مشاركة جوزي مورينيو توتي رونالدو كل ده ما فيش أحسن من كده ما فيش أفضل من كده في أنك تخرج بهذا الشكل بالفوز ده وأعتقد كل الشكر طبعاً للمملكة العربية السعودية لصدافتها البطولة كل الشكر دورك ألشيخ كل الشكر لكل منظومة العمل في المملكة العربية السعودية لصداف الكاس والحية يعني فوز بطعم مختلف يعني مرضوده كبير جداً جداً مش بنكلم عن ناحة المادية فقط لكن هي آخر حاجة الحية لأن دائما النادي الأهلي بيبحث عن المعنوياً أكثر جماهير فوز يعني فرحة جماهير نادي الأهلي لوحدها تكفي لعبة النادي الأهلي وتكفي مجلس إدارة النادي الأهلي يعني كل الشكر اللي لعبتنا على الموجود الكبير رغم يعني ما كانش بالشكل المطلوب لكن الحمد لله حققنا المطلوب حققنا الفوز حققنا البطولة وده اللي بيوسعد جماهير نادي الأهلي في النهاية إنك بتحقق بطولة بتوسعد جماهيرك كمان يحمد مش كل الناس كانت من هنا يعني الجالية المصرية لا أنا عزي أقولك حاجة استغربتها جداً كمان يعني بالتأكيد أنا طبعاً رحلة الاستاد كانت في وسط الحشو صحيح أنت كنت موجود هناك طبعاً بعتني وسفرت لكن ماشي يعني لسا عزي أقولك أنا ألاحظت ملاحظة عليها بجد يعني طبيعي جداً يبقى فيه مصريين قريدي موجودين في المملكة فطبيعي يكونوا حاضرين المباراة بكلم على حتى الجمهورين طبيعياً فيه مصريين يسفروا عشان يحضروا حدث زي ده صحيح أعزي أقولك بقى اللي لفت نهازة أنه فيه سعوديين لابسين تشيرتات الأهلي ورحين فارجوا على المطر صحيح رونالدو مهور رونالدو كمان كان لابت شيرتنا بالأهلي ودي لأفكت غريباً دي لقطة كتمر كل اللي حصل كان جميل وحلو ومبهر ومشجع ومنفت للأنظار لكن المفاجأة المفاجأة الناس ما تدهت نشوف رونالدو بتشيرتنا بالأهلي نشوف رونالدو وططي وموريني وموريني ومسك الكاس ونازل دي كانت حقيقة لقطة لقطة يعني حاجات الحياة في كرة الخدم بتسعد الجماهير يعني النجوم العالميين لما يبوا موجودين في منظومة العمل في كرة الخدم في المصرية أكيد بتديها طعم مختلف أو مزاق مختلف يعني حياة الصورة كلها كاملة ما فيش أروع من كده ونهايتها طبعاً هي الأفضل بالفوز بالكاس وإسعادة كل جماهير الكرة في مصرية قمت يليق بالبطولة يليق بالكرة المصرية يعني مش عارف أقول دا ولا ما قولوش بس يعني نلعب كل نهاي بطولة بقى في السعودية يعني نتمنى نكون عندنا يعني هذا الشكل من التنظيم هو السؤال هسألك بجد احنا نقدر نعمل دا ولا من قدرش هو دا السؤال اللي بنا ستجاوب عليه أنت تقدر تعمله تنظيمياً لكن يعني طبعاً دعوات النجوم الكبار بتحتاج مبلغ مالية كبيرة جداً أعتقد البس لتبزيني نقدر نعمل دا مع بعض التقنيات وتطويرها يعني التنظيم أعتقد نقدر بشكل كبير وإلا ما كناش قدرنا نعمل بطولة أمم أفريقيا الناجحة جداً اللي نظمناها في مصر مؤخرة لما تقول نقدر يبقى فيه مشكلة نظام يعني فاهم عظي يعني لما أكون مقدرش مش قادر أعمل دا أو معرفش أعمل دا الساعتها ممكن يتقبل الأمر الواقع لكن لما تكون أقدر عندنا الإمكانيات عندنا الإمكانيات طبعاً عندنا الإمكانيات الكبيرة جداً مصر يعني حفلة بنجوم كبار جداً وعندنا إمكانيات كبيرة جداً جداً على المستوى البنية التحتية ومستوى العقليات الإدارية اللي موجودة ولكن نستغل دا يعني أتمنى أنا هنقدر نستغل دا الناس خلي بالك دايماً بتقول أن بطولة الكاس أو كاس مصر بطولة سنوية يعني مش زي بطولة الدوري مثلاً لكن الاهتمام بيها بأيزا الشكل مجرد مش لازم يسيدي تجيب توتي ورونالدو يعني لما تجيب مثلاً روح ماتجر مثلاً مثلاً نجمنا العرب يعني عزيز بودربالة العويلة تيمومي طرق التايب يعني نجوم الكرة العربية اللي هيرحبوا بالتأكيد أن هما يبقوا موجودين في مصر ويبقى ليهم جولة وخلي بالك نجومنا إحنا يعني النهاردة يبقى موجود واي الجمعة وزيدان وأسماء بتتواجد في محافل دولية كبيرة جداً يعني مثلاً افتتاح الأستاذ في ليبيا ما فيه نجوم مصرية كانت موجودة بتتوج هذا الاحتفال فيه عندنا نجوم كبيرة جداً جداً يا أحمد لكن ينقصنا بس إننا نسق في نفسنا شوي عندنا القدرة على إنك تبدع خرج كل إمكانياتك عشان تقدر تخرج بها زي السورة وانا لو مجي أنظم حدث زي ده مش عايز بس قصة تنظيم تاخدني لكن فيه حتة برضو يعني حسيت بغيرة لأنه أنا حاسس إننا نقدر بنعمل ده شوية كرياتيفيتي كده يعني أنت لما مش لازم حتى نجوم الكرة أشرف يعني أنا ما روح أجيب مثلاً نجم السينما أو نجم من المغنيين العالميين النهاردة أنا مثلاً كنت في النهاردة في بداية الحلقة بعرض ردود الأفعال على المطش عايز أقولك إنه صحف العالم كلها بمجرد تواجد موريني ورونالدو وتطي طبعاً الحدث تصيط الأضواء على نهائي كاس مصر بقى في كل حتة في العالم صحيح فأنت استفدت أو لا ما استفدتش هو الإبداع بس يعني أنك تبقى كرياتيف في أنك تعرض الفكرة دي أنك يعني إزاي تخرج الفكرة دي بشكل محترم شكل قوي السوشيال ميديا النهاردة يعني فجرت كل حاجة فأنت تقدر تعمل ده وتقدر بأفكار بسيطة زي اللي بتكلم بيها يا أحمد أو عنها أنك يبقى عندك نجم عالمي مش لازم ثلاثة أربعة أنت بوقت تجيب واحد بس يعني يخلي لك الموضوع ترينز ويتصور سوشيال ميديا وينزل التور هل مصر غير خاضر على ده؟ يعني مستحيل طبعاً يعني لكن الناس الحقيقة هي بس اللي ما بتفكرش متحاولش تبدعها متحاولش تخرج أفكارها فأتمنى إن شاء الله الناس تشتغل بالشكل ده وبالإسلوب ده وانا يعني أنا كنت لسه بس معك في كل ما قلتها يعني أنا معك مليون في المئة فيها أن مباراة هذه عملتها أو قامت بها المملكة العربية السعودية خدت بها 10-15-20 خطوة قدام كانت ممكن تشتغل خمس ست سنين عشان تعمل التريند ده صحيح فيعني الناس بس تشتغل على ده وتشتغل على إنك إزاي تخرج إمكانياتك وتظهرها بالشكل الجيد لكن في النهاية مليون مبروك للنادي الأهلي مبروك لمجلس إدارة ومليون مبروك لعبتنا وجهاز الفني مليون مبروك لمسر كولر الحقيقة اللي أنا دايما سبع لقب سبع لقب سبع لقب أنا في ظهره طول وقت الحقيقة وقل بالك حط بن قسيم بقى جنب سبع لقب إنه من ساعة ما تولى كولر مسؤولية الأهلي ما فيش نادي مصري أي بطول صحيح صحيح شوف أنا يعني أنا لو جبنا كل حلقاتنا مع بعض هتلاقيني دايما بقول إن ميستر كولر رائع في كل حاجة أنا عجبيني شخصيته يعني كاراكتر ميستر كولر هو اللي فارق جدا جدا ومن وقت ميستر مانويل جوزي أعتقد ما جلناش النموذج ده ممكن فيلر مثلا كان فنيا كويس كنت أقولك حط فيلر فيلر كان فنيا كويس لكن الشخصية مع الفنيا أعتقد أنها متوفرة بنسبة كبيرة جدا جدا في ميستر كولر قدر يعمل التوافق ده وقدر يعمل الانسجام الكبير جدا بين العيبة قدر يخوف والناس تحترموا يعني أنا بخوفك وأنا مدير فني قوي أقدر أعادك أقدر أمشيك أقدر أقدر ولكن أنت فينها بتحبني وبتحترمي فده ده أسلوب مش كل المداربين يقدروا عليه مع فنيا طبعا وإمكانياته الكبيرة جدا ودراسة المباريات وسرعة الزهن عنده الحياة لا مصر كولر حياة رائع جدا جدا مع نادي الأهلي أتمنى أنه يظل معنا فترات أكتر وأكتر إن شاء الله الفترات